موسيقى 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 مشاهدين ضيفنا في كواليس نجاح الليلة اسم كبير وقيادي من الدرجة الأولى ومقدم لأهم المبادرات والمشاريع المميزة في الدولة ويعتبر من أهم رواد التجديد والتمييز في مسيرة التعليم العالي في الإمارات وقد ساهمه في طرح مشاريع متميزة في التعليم في المنطقة والعالم العربي نعم يا مريم وساهم أيضا ضيفنا بشكل بارز في طرح موضوع ضرورة تحويل التعليم إلى التعليم الذكي واستثمار الإمكانات الهائلة التي اطرحت تكنولوجيا في تطوير منظومات التعليم وتوفيرها على نطاق واسع أرحب بضيفنا سعاد دكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن حمد الذكية مساك الله بالخير يا دكتور الله بالنور مرحبا أهلا وسهلا في عندما يأتي البساء يا سعد مساك يا دكتور اليوم سعدتك نحن سعدين في لقائك عندما يأتي المساء وسعدين نحن نتعرف على هذه الشخصية الجميلة شوية عن قرب وما شاء الله دكتور كانت في البداية بداية رائعة كانت من مركز البحوث الاستراتيجية في شرطة دبي أسست إدارة الجودة الشاملة صحيح؟ صحيح نتكلم عن هذه الفترة في حياتك؟ أنا أعتقد الحقيقة أنا حظيت يمكن بمسؤول في مسيرة المهنية بشخصية مثل سيدي مع الفريق ضاحي خلفها أنت أميم لما كان قائد عام شرطة دبي وهذا الرجل الذي حصلنا منه الدعم في موضوع ما يتعلق بداية الجودة دعم هائل جدا ونعتقد دائما وهو أنا أعتبره دائما تلميذ النجيب لسيدي صاحب السموش محمد بن راشد فدعمه للكوادر الوطنية داخل القيادة العامة لشرطة دبي آنذاك وأنا واحد من آلاف الذين تميزوا بشرطة دبي لكن إدارة الجودة كنت أنا محظوظ فيها لأن أعتبر هذه فرصة أعطيت لمحدثكم لكي نؤسس إدارة جودة في مؤسسة حكومية غير تقليدية لأن شرطة تعتبر من المؤسسات السيادية في الحكومة فتعمل جودة آخر ما يطرع على الناس أن تفكرنا ممكن يستوي جودة في عمل شرطة في أي سنة أسستوها؟ هذه كانت سنة 1998 وكانت طبعا التأسيس كان بناء على أوامر سيدي صاحب السموش محمد بن راشد يوم أطلق برنامج دبي لأداء الحكومة المتميز 21 سنة تقريبا نعم فكانت تقريبا حقيقة كانت هذه مبادرة باعتبار أن جاي برنامج دبي لأنها أكون تميز فأنشأت القيادة العامة للشرطة الدبي إدارة العامة الجودة الشاملة فكنت حقيقة أنا أقول يمكن أن يكون الإنسان محظوظ لكن أعطي فرصة أن يقوم بخدمة وطن في هذا المضمار ودعم القيادة لهذا العمل حقيقة كان دعم يعني غير مسبوق بالذات في مثل المؤسسات العسكرية أو شبه العسكرية كشرطة فبدأت المسيرة في 1998 ما شاء الله طبعا دكتور ما شاء الله تبوأ منصب رئيس مجلس أماناء اليونسكو وهذه مكانة كبيرة وتستاهلة ومنصب رفيع كأول عربي يصل إلى هذه المنصب كيف أضاف لك المنصب وشو دور الدعم بعد في مسيرة التعليمية وفي مجال التعليم الذكي على وجه الخصوص أنا أعتقد معهد اليونسكو لتقنية التعليم هي أحد معاهد السبعة التي تملكها اليونسكو هذا المعهد اختصاصه بأن يدعم السياسات الداعمة لاستخدام التكنولوجيا في التعليم وهقيقة ترشيحي أنا لمثل عضوية مجلس الأمناء كانت في البداية الأسبق أن كانت جامعة حمدان محمد الذكية تعتبر من الجامعات الرائدة اليوم عالمين وما أقول كلام كبير أنه عالمين لكن فعلا هو تم الاختيار هم بعثوا لي رسالة يعني مش أني أنا عندي علاقات هناك وسويت لا فمسيرة الجامعة كانت شاهدة بأن نحن عندنا إنجاز على أرض الواقع ثم بعد ذلك لما استوى الاجتماع ترشحوني أن أكون أنا رئيس مجلس الأمناء هذه إضافة من ناحيتين ناحية أن أول مرة الدول العربية تدخل المطبخ في عمل السياسات على المستوى العالمي في موضوع التعليم ما تعليم بالمطبخ سعادتك المطبخ اللي هي الأماكن التي توضع فيها السياسات العامة للتعلم على مستوى العالم تدخل في وضع السياسات الدولية تكون شريك وضع السياسات شريك أساسي يعني شريك أساسي في صياغة مثل هذه السياسات التي تدعم التعليم عبر الوساطة الإلكترونية فأصبحت أنت مشارك ومساهم عالمي كدولة عربي وضع جامعة حمدان محمد الذكية اللي هي في داخل دولة الإمارات العالم المتحدة في مصاف الجامعات الأولى عالميا باعتبار أنه تقود مسيرة التعليم الذكي في هذه المنطقة الجغرافية اللي تمثل غرب آسيا كده نقول في الريجين كله في الوسط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كله في الشرق الأوسط تتكلم فبالتالي اليوم نحن نخدم منطقة جغرافية كبيرة نمثلها فأضافت عضويتنا ورئاستنا لهذا المجلس أضافت أن الأنظار تتجه إلى هذه المنطقة أن فيها تعلم حديث وتعلم مستقبلي وهذه أضافة جديدة من ناحية أسرعت وتيرت كذلك عملنا أن نضع نموذج جامعة حمدان كنموذج عالمي نابع من دولة الإمارات العربية المتحدة لنقدمها للعالم إن شاء الله جامعة حمدان بن محمد الذكية صار فيها نقلة نوعية أو لا أحدثت نقلة نوعية في قطاع التعليم برأيك سعادتك شو أهمية الطالبة يعني شو مهم للتعليم في هذا اليوم بهذا النوع من التعليم للطالبة هذا النمط من التعليم أختي الكريمة أعادت إعادة تعريف أربع مصطلحات في موضوع التعليم عموما على مدار التعريف المصطلح الأول الطالب أصبح مفهوم الطالب غير على المفهوم التعليم التقليدي الطالب أصبح اليوم هو الذي يسعى وراء تعلمه ولا يلقن ولا يلقم المعلومة أصبح هو المفروض يمشي وراء التعلم أصبح هو المسؤول عن تعلمه لذلك في جامعة حمدان نقول أن الطلبة هم قايد السيارة أما نحن كإدارة جامعية وكأعضاء تدريس إنما نحن موجودين لخدمته هو هو يقولنا وين يبا يروح نحن بنساعده وين يروح فهذا المفهوم نفسه مفهوم غير تقليدي أنا أروح جامعة وأيلس مثلا لآخرين وأستمع التعلم الذكي أضاف التفرد في عملية التعلم فالتعلم لي أنا المفهوم الثاني يتغير المعلم عضوه التدريس عضو التدريس ما أصبح هو يعني فيه كلمة يسمى بالإنجليزي teaching عملية اللي هي أنا أسميها teaching مثل التلقيم التلقيم ما أصبح هناك أصبح دور العضو التدريس هو دور مدرب كيف يدرب هؤلاء الطلاب على التفكير التحليلي كيف يدربهم على اقتناص المعرفة واستقاء المعرفة على أخذ المعلومة على أخذ المعلومة كيف يدربهم وبالتالي يتجه إلى النمو العقلي إذا مدرب مثلا في كرة القدم اليوم المدرب لاعب صحيح لكن ما هو لاعب ميدان يوجه الفريق نجاح المدرب بتسجيل أكبر عدم الأهداف من العيد الفريق بمرمى الخصم وهو خارج الميدان وهو خارج الميدان نفس العملية في المدرس في التعليم الذكي أصبح هو المدرب والموجه وليس هو الملقن هذه الثلاثة الثلاثة طال عمرك المنهاج اليوم المنهاج كله موجود ما يقول لك دائما جوجلت فالمناهج موجودة بمعنى المناهج التعليمية موجودة محملة لكن أصبح دور المعلم أن يثري هذه المادة فأصبح المنهاج مختلف الطالب يشارك في صياغة المنهاج أصبح المنهاج تشاركي مش منهاج موجود وأنا أتلقى منه لا أساهم فيه وأضيف عليه لأنه أخذ الطريقة من المدرب بحيث كيف يستطيع أن يصيغي المعلومة الرابع باختصار شديد البيئة التعليمية البيئة التعليمية معنات أنه عندي حرم جامعي ذكي ما عندي حدود الزمان والمكان يحدني من عمل التعلم عندنا طلاب كانوا يعني كابتن في طران الإمارات وهو يطير يقول هو يحكي عن قصتها يقول أنا أطير من دبي إلى ساو فاولو في يوم وقت راحتي أفتح اللابتوب أشترك في عندي حصة بتوقيت دبي فأيلس ياهم وأنا أحضر المدرس وهو يعيش فوق أربعين ألف قدم فوق سطح الأرض فأعتقد اليوم وهناك طلبة يلس في عزبه في عزبته عند أهله يجلس في كوفي شوب فأصبح لا يوجد هناك حدود للزمان والمكان في عمل التعلم البيئة التعليمية اختلفت ما شاء الله يعني أعتقد هذا النوع من التعليم يسهل كثير من حياة الطلبة يعني ما حد لها عذر يقول أنا ما عندي وقت أن أروح الجامعة في أي وقت ممكن أن يدرس واللي عجبني أكثر أخويا حسين وساعاتك في بحث واكتشاف يعني ابحث اكتشف وتعلم نعم يعني مش أنت مثل ما أنت قلت يعني هذا شيء تلقين تلقين لا أنت تبحث أنت تكتشف وممكن أنت تضيف أيضا في هذا المنهاج ساعاتك تكلمنا عن تفرد جامعة الحمدان بن محمد الذكية باحتضان المبنى الجامعي الذكي مثل ما كلمتنا عنه كلمنا عن هذا المبنى الجامعي الذكي نحن المبنانا كان مبنى تقليدي كيف نحول هذا المبنى أن يصبح مبنى ذكي نحن أول مبنى جامعي على مستوى العالم أدخل الذكاء الاصطناعي في عملية تسيير هذا المبنى أصبح المبنى يخاطب الزائر ويخاطب الطالب ويخاطب الإداري حولناه وهذا المبنى الذي حولناه إلى مبنى ذكي حولناه بمساعدة القطاع الخاص بمعنى شراكة مع القطاع الخاص وكان هذه أول شراكة دخلنا فيها في عملية تحويل هذا المبنى المبنى ذكي واليوم فيليبس اللي ساعدنا في اللايتينغ في موضوع الإضاءة الذكية أصبحنا نحن اليوم العضو رقم 27 على مستوى العالم اللي عندنا اشتراك مع فيليبس لمدى الحياة هم يعطوننا هذا وهم الذين وزعوا الأخبار حول العالم أننا نحن هذا أول مبنى جامعي في العالم يتبنى هذا المفهوم مش من حيث الإضاءة الذكية والتهوية الذكية وعملية البيانات بل حتى عملية النافجيشن يعني أنت بمجرد ما تدخل مبنى الجامعة مسار داخل مسار داخل الجامعة فبالتالي أول ما يدخل الإنسان الجامعة يحصل على الموبايل ماله يقول له وين يروح وين يجي ويرشده حتى الطالب يذكره يقول ترى قاعد اليوم امتحانك في القاعة الفلانية الدور الثاني تعال أرشدك إلى هالقاعة هاي فأصبحت المبنى هي التي تخاطب الناس هاي المبنى الذكي يعني ما رح يكون ساعاتك ما رح يكون فيه تأخير على طول يقدر يوصل إلى الكلاس فما في عذر طال ما في عذر طال عمرك أن يقول والله أنت أخذ امتحان سعبتوني ما عرفت لين الكلاس ما عرفت لين الكلاس طبعا نبغي نقول يعني بهذا الحجم فكرة بهذا الحجم بهذا التفرد أكيد لها شركاء للنجاح من شركاءكم للنجاح وأيضا أبغي تخبرنا كيف يسمى دعم توجهات الدولة بأن نكون من ضمن الدول المتقدمة في مصاف الدول المتقدمة في الذكاء الاصطناعي وأن استشراف المستقبل نحن أول كلية يعني أول جامعة في دولة المارات العربية المتحدة واعتمد عندها كلية الذكاء الاصطناعي واليوم نريد تدريب وتأهيل أبناء المواطنين في عمليات دخول مثل هذا السوق هذا السوق الذكاء الاصطناعي مثل ما قال سيدي صاحب السموة شامحان المراشد أن هذا أصبح بتريليونات الدولارات للسوق هاي هذه السوق تحتاج لكفاءات بناء كفاءة وهالكفاءة قائمة على العلم فلابد أنك تكون عندك انتهى فبطال أننا طارحين برنامجين ماجستير في هذه الكلية نحن أسسنا وزارة كاملة الذكاء الاصطناعية أحسنت فهذه الوزارة الآن نحن ندعم هاي التوجه بإعداد أجيال من الباحثين وأجيال من الدارسين في مواكبة هذه المسيرة في دولة الإمارات الموضوع الثاني كذلك في الجامعة نواكب فيها نحن قبل سبوعين طال عمرك أسسنا أول مجموعة ومثاق دولي وقعناه مع منظمات دولية في التعلم عن بعد والتعليم الذكي لأول تصنيف عالمي للجامعات الذكية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة فأصبحت لما نقولي كيف أنت في المطبخ أقول اليوم دولة الإمارات أصبحت مساهمة في صياغة معايير جوذة المخرجات في التعلم الذكي على مستوى العالم فاليوم نحن نمضي اليوم أخوي يقول لك مثلا هاي تصنيفات اللي تطلع دائما يقول أنتم من العشر الأوائل من الجامعات العالم ولا من المئة الأوائل ولا أربعمائة الأوائل يعني هكذا اليوم التعلم الذكي ما كان له معايير قبل ولا يوجد له معايير تصنيفية على مستوى العالم لأن إذ أساسيات هذا النمط من التعلم مختلفة عن أساسي التعليم التقليل فبالتالي مع منظمات دولية أتت إلى أرض دولة الإمارات ووقعنا معها أول خطوة على طريق بناء قوائم تصنيف الجامعات الذكية في العالم فأصبحت اليوم الإمارات العربية المتحدة بفضل الله مساهمة في مع شركاءها الدوليين من جامعات ومنظمات تعليمية على مستوى العالم بما فيها اليونسكو في صياغة مثل هذه المعايير الدولية حتى تكون هي مساهمة في هذا الاتجاب اسمح لي دكتور إضافة سيطة مريم ما شاء الله ما بلا بس أول جامعة وتخدم الشرق الأوسط توجه هذا كأصطناعي الكثير من التمييز لكن بعد يساهمون في المخرجات العالمية لتصريف الجامعات الذكية برافو دكتور ما عندي غيره أقولكم بإضاء الله بكم الله يبارك لك يعني أنا أقول هذه المعلومة أكدها للمشاهد أنه ما بس إلا أسسنا شيديد أو نجحنا فيه نحن قاعد يشارك في صياغة على مستوى العالم لكن أخي حسين شوف هالجامعة الذكية هي باكورة رؤية سيدي صاحب السمو شامحان بن راشد الله يحاوض نتطور في عمره فالم واحد ونحن مع كوننا أكاديميين أخي حسين ما كنا نعرف ماذا يهدف هذا الرجل اللي يحمض ويطور عمره في عام 2001 لما أصدر أوامره بتأسيس مثل هذا النمط من التعلم في حين وزاة التعليم العالي بدولة الإمارات ما كانت عندها المعايير اللازم لترخيص هذا النمط من التعلم ما كنا نعرف لماذا سيدي صاحب السمو أطلق هذا المشروع في 2001 إذا به في 2010 يطلق الحكومة الذكية فآن ذاك نحن عرفنا أن لا حكومة ذكية بدون تعليم ذكية فإننا لابد له الأساس ما كنا نعرف رؤية مدى عمق وبعد رؤية سيدي صاحب السمو الشامحان دكتور رؤية صاحب السمو الشامحان دائما سابقة لعصرها ولكن نحن في قصة نجاح نثبت أنك أنت أحد قصة النجاح الشيوخين يعرفون طعامك ونحطوهم في لماكن لازمة ونحطوه ريال كفو والدلالة النتائج الطيبة التي حصلت عليها أنت وفريق عملك فالشكر لك قصة نجاح ملهمة أيضا لشبابنا أنا أشكرك في نهاية الفقرة يا دكتور داهمنا الوقت من جمال المعلمة فعلا الفقرة هذه اسمها كواليس نجاح وسمعنا نجاحات كثيرة الله يسعدك دكتور مثل ما أسعدنا طبعا نشكر سعد الدكتور مصور العور رئيس جامعة حمدامل محمد الذكية نشكر اليوم على تواجدك ونبغيك تتلم على كل الطلبة والمدرسين في الجامعة إن شاء الله مواضيعنا ما زالت إن شاء الله إذا تنشكر لك مواضيعنا ما زالت مستمرة ولكن بعد فاصل قصير تريولا تريولا